السلام عليكم شباب الله أعطيكم العافية معكم أسامة غزال هذا الدرس الرابع والأربعون من سلسل الدروس ديلفي والجزء الثاني من مكون الفير داك وطرق تعامله مع الاسكويل سيربر أو أي قاعدة بيانات أخرى أنتوا تستخدموها بهذه الحلقة بدنا نتعلم كيف نسوي إضافة لريكوردز على أي تابل إحنا بدنا بمختلف أنواع الطرق بالحلقة الماضية إحنا اتفقنا أنه حتى نستخدم نحط الكونيكشن نعطيه هون من عند الفير داك بعدين دابل كليك بنختار الدرايفر طبعنا بعدين بختار السيربر بحكي له سيربر بعدين نعطيه اسم الداتاباز مثلا تست دي بي كمثال أنا عندي بعدين يوزر نيم وآخر شيء الباسورد وبنسوي تست وهي أوكي أعطانا سكسسفولي خلص إذن إحنا شغلنا صحيح وأول شيء بنسوي بنشيل اللوجين برومت عن الكونيكشن هذا تمام طيب الآن بما أنه أنا ما استخدم وبدأ أستخدم فلازم نروح على اللينكس الفاير داك لينكس ونختار المسسكويل درايفر شايفينه هذا تي اف دي فيزيكس اللي هو تمام طيب بدنا كمان إحنا هلا حتى نشوف نتائج ممكن نحتاج لداتا سورس وممكن نحتاج لدي بي كريد تمام وممكن نحتاج ل فاير داك تيبل لغايات المشاهدة خلينا نربط الأنكورز تبعتها الرايت وهي البوتن ماشي وهو نربطها بدا تا سورس ودا تا سورس نربطها بالتيبل والتيبل زي ما حكينا فيه عن الكاتالوج بنختار التست دي بي وعندنا الاسكيمة هون بنختار دي بي او وهون التابل نيم بنختار له المين كاتيجوريز اوكي الآن بإمكان نسوي دابل كليك ورايت كليك هون واد اول فيلز وهون دابل كليك ورايت كليك واد اول فيلز ولو اجينا سوينا هلا هون رن حنشوف المكونات اللي عنا احنا وبنقدر برضو هون نعطيه الاندكس الاندكس نيم يعمل بنحط الاندكس يعني بنقوله الاندكس فيه النام واذا نضيف كمان اللي هو بوتون هون بنحطه هون احنا هون في عنا الكونيكشن وهي عنا التابل لو قلنا هون هاي اوكي وهي الكونيكشن خلينا ولا فولز هلا هون انا ما اجي اقوله في الكونيكشن هون في البوتون نقوله if not table او fd table dot active then منقوله مثلا fd table dot open هاي طريقة الطريقة التانية لا ممكن ننشيلها من هون كنترول اكس. ونحط له اياها بالافتر كونيكت. بالافتر كونيكت. يروح يشيكل الى التابل كان مسكر. طبعا هو رازم يكون مسكر فنقول له اريدي اوبن. افتر كونيكت. وبفور ديس كونيكت. بنقول له اف دي تابل دوت اكلوز. يسكن لها قبل ما يسوي ديس كونيكت. وبامكانه هون احنا في الان كريات للشاشة هادي. في الان كريات نعطيه اف دي كونيكتشن دوت كونيكتد ايكول الترو. وبامكانه نقول له اف نت اف دي كونيكتشن دوت كونيكتد. ثن سوي ليها الترو. او ممكنه نحكي له اذا كانت كونيكتد. ثن اف دي كونيكتشن دوت كونيكتد ايكول فولس. بعدين نفتح له الكونيكتشن. يعني ازا كان مفتوح. بنسكرو بعدين بنفتح الكونيكتشن عشان ينفذ الافتر كونيكتشن. الافتر كونيكتشن. حتى ينفذها. لانه اذا كان كونيكتد من الاساس مش رح ينفذ الاوامر الموجودة في الافتر كونيكت. اوكي. ونفس الطريقة بنقول له هون بدل ما هي في الان كريات بنقوله في الان دستروي. اون دستروي بنقوله الاف دي كونيكشن دوت كونيكتد ايكول فولز او بنعطي الاف دي كونيكشن دوت كلوز يعني اي واحدة من هدول بتزبط يا هادي يا هاي واضحة طيب هون عنا الفونت خلينا نكبره نعطي الفونت نحكي له الحجم تبعه اطناش عشان يكون الامور عنا واضحة فاذن احنا هلأ في عنا اي كونيكشن وفي عنا تيبل وفي عنا الدرايفر وفي عنا داتا سورس ماشي طيب خلينا نشوف هلأ نسوي run هيطلع لي كل الاسماء الكاتيجوريز اللي انا بدي ايها طيب كيف ننضيف كاتيجوري جديد بسيطة هاي خلينا نقول له هون اصغر نقول له مئتان الخمسين او تلات مئة لنفرض ان انا هون بدي اضف له هاي edit وبدي احط هون القيمة تبعة الكاتيجوري الجديد وبدي اضف له قيمة جديدة في عندما يعني لا يقل عن امكان ست سبعة تمن تسع عشر خمسة عشر طريقة زي ما بقوله لا اضافة اي ريكورد احنا بدنا اياه عن طريق الفيار داك اول طريقة اللي هي الكونيكشن بامكاني انا اعمل كويري على الكونيكشن مباشرة ما يدخلش لا بكويري ولا بتيبل ولا بشيء مباشرة كيف دا نعملها بدنا نيجين هون اه مثلا معطيه var اه sql text شو نوع string عرف ما متغير نوع string بدنا نحط في قلبه جملة sql بيمكن لو sql text يساوي نحكي لو insert into insert into اللي هو اه شو اسم التابل لعننا احنا main categories يعني انا في عندي هاي تابل اسمه main categories هيو في قلبه two columns ال id والname هيهم main cat id و main cat name وفي قلبه مجموعة records بدي اسوي insert في قلبه تمام فمنحكي له insert into main categories ومنفتح له وسين وبنعطيه هون نقطتين فوق بعض يعني بدنا ندخله بارامتر نقول له id فاصلة نقطتين فوق بعض cat name ماشي فانا هون عملت له اكويري بس حطيت الجملة الكويري في قلب text عادية كل اللي بدي ايا انا بدي اعطيه fd connection dot exec sql طبعا هاد الحكي بال ado ما كان موجود انك تنفذ كويري مباشر على ال connection هلا هون شو بدنا الجملة نحط له اياها اللي هي ال sql text او بامكاني هاد الجملة كلها زي ما هي هادي اسوي لكوبي وانسخه هون بس احنا عشان هون نوضح نفصل ترجيكم ايش كل واحد لا ايش ماشي بعدين فاصلة بنفتح له قوسين مربعات وبنحط له القيم اللي احنا بدنا اياها مثلا ال id انا هون عندي شو فيه ids اخر id عندي رقم وسبعة بدنا نحطه رقم تمانية على الترتيب يعني ال id اول واحدة والتاني ال cat name فاصلة الكات التاني ال cat name شو اسمها bbb او main cat 2 احنا هون شو عنا بقوليات ومنظفات ممكن نسوي واحد تاني اسمه main cat 2 ماشي وهو بعدين بدنا نسوي فصل انقوطة ومنعمله اللي هو ال fd table dot refresh عشان يتسوي له refresh لل table حتى نشوف النتيجة مباشرة هون خلينا نسوي له run والبسم الله هلا هاي button syntax error اهلا انه هون احنا ناسين كلمة values اوكي وهي run وهي بسم الله ممتاز هاي اضافة لمن cat 2 على طول واضحة فهاي الطريقة الاولى طريقة تانية بامكاني انا اعمل له query كاملة يعني ليجي نعطي sql text يساوي نحكي له declare at id نوعه انتجر بدنا يا هو يجيب لنا ال id مش احنا نحط له id هو اللي يجيب اي د اخر id ويكبره بعمل نقول له sql text يساوي sql text dot زائد ها هلا يفضل او مش يفضل لازم نحط space حتى ما يزاقوا الكلمات ورا بعض اوكي بنقول له set at id يساوي نفتح لقوس نحكي له select max لا شو اسم الفيلد هدا اسمه main cat id هاي copy اوكي ماكس اه from شو اسمه table هاي ومين ماشي بنسكر بوس خلينا نصغر هاي شوي هيك ونصغر هاي هيك شوي عشان نعرف نشوفها بشكل واضح تمام هلا احنا اعطينا select لا اقصى واحد فيهم اكبر اشي هاي فاصلة من قوطة بعدين نقول له sql text يساوي sql text زائد بعدين بنقول له if at id is null اذا sit at id يساوي 1 else sit at id يساوي at id زائد واحد احنا هون شو عملنا؟ احنا عملنا له هون قلنا له عربنا له متغير اسمه at id بعدين قلنا له خلي ال at id يساوي نفتح قوس نسكر قوس انشأنا له كويري داخلها ايها الكويري اوكي select max للمين cat id اقبر واحد رقمه 7 من المين categories طيب هلا في حال اذا كانت table empty فراح يعطينا القيمة ال at id null فبنقول له اذا كانت null اذا خليلي ال id يساوي واحد else خليلي ال at id تساوي ال at id زائد واحد يعني زاد لي اياها واحد فلما اعطيه بعدين جملة ال sql هون ال insert بنحكي له هون sql text زائد وننساش نعطي space ها عشان ما يلزاووش الكلمات في بعض بنحكي له insert into main categories values at id لا فهو ما بنقول له at id من قول له نقطة id من قول له at ids at id حتى ياخدها من المتغير هذا والبرامتر هو ال at cat id تمام وهون ما بنعطي التمانية بنمحي هذا الحكي لانه انا صفى هون عندي متغير واحد برامتر واحد والمتغير باخده local داخلي اوكي فلا هذا البرامتر بدنا نيجي نحكي له هون جيب لي اياه من trim ل edit one dot text تمام فاذا انا هون بعطيه بنفذ له جملة ال sql هادي ال sql text وبحط له trim لل edit one اللي هو هذا بسوي له trim وبضيفه trim اني اقطعه من الجهتين ما يترك ليش اي اشي فاضي spaces يمين او شمال فمن بعطي id هو لحال بيختار ال id خلينا نشوف نجرب نقول بسم الله هلا انا شو بدي اضيف بدي اضيف مثلا اه شو عنا ساكاكر ها ساكاكر وهي اضافة ممتاز هاي راح هو حاله حط لي رقم تسعة واعطاني ساكاكر شو بنا نحكي له مثلا اه منظفات في عنا منظفات اه في عنا منظفات صوابين مثلا كمثال صوابين ها هي نفس المظفات يعني هاي ضفنا صوابين واعطاني اياها رقم عشرة طيب بس بهذه الحالة انا ما بقدر اعطي انه شو الكات اي دي اللي انت رجعت لي اياها او اللي انت اضفتها في عنا طرق اخرى حتى اني ارجعها بالطريقة هاي طيب في شو عندي كمان انا هلا هون حطيت له بين قوسين ها بين قوسين مربعات حطيت للقيم اذا كانت اكثر من قيمة بنحط بناتهم فواصل طيب هل في برامتر اخرى اه في برامتر اخرى بنيجي بنقول له هون فاصلة فاصلة وبنفتح له قوسين مربعات برضو القوسين المربعات بناتهم بدي احط نوع المتغير اللي انا بدي ابعته البرامتر اوكي مثلا انا هون عندي البرامتر ft string ft string لانه انا هذا بدي ابعته string فممكن انا احدد له بالزيادة ليش؟ لانا في مرات بكون عندي انتجر و small انتجر و tiny وهو القصص هادي كلها انواع كتيرة مرات بدي احدد specific بدي اقول له مثلا هذا date هذا مش string هذا date بدي اقول له مثلا هذا float مش انتجر فهون بقدر احدد له كمان بزيادة نوع البرامتر اللي انا مدخله فانا هون المدخل البرامتر الcat id او الcat name sorry هو عبارة عن string فبعطي ft اللي هي field type ها اوكي ft هيكي عندي كل الانواع شايفينها؟ كلها عندك من string من integer من small integer من bcd من date من time من 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 فبنعطي ft string اذا كان عندنا متغير اخر بنعطي فاصلة وبنحكي له ft مثلا integer او small integer بها الطريقة هاي خلينا ننفذ ونشوف كيف هون مثلا نعطيه معاجين معاجين اسنان اوكي وهي اضافة عطول ضفلنا معاجين اسنان ورقمها 11 واضح الامور فاذا هاي طريقة اللي هي بننفذ exec sql مباشرة على ال connection من غير ما ننشئ query او نستخدم ال table خلصنا الطريقة الاولى ماشي نجي للطريقة التانية في عنا ممكن نجيب احنا هون fd query وهذه ال fd query فاضي بديش احط في قلبها ولا شيء ها ولا شيء في قلبها بامكانا هون نستخدم مباشرة برضو fd query fd query ونعطيه مباشرة exec sql ونعطيه القيام هاي ctrl f 9 اعطانا done فاذا انا ما استخدمت هون ال connection استخدمت ال fd query مباشرة وهي run ونيجي لهون شو بدنا نعطيه مثلا عسل هاي اضافة عطول اعطانا عسل وهي رقم 12 ضفنا عن طريق ال fd query مباشرة مش عن طريق ال fd connection connection طيب شو عنا كمان هلا بامكانا برضو احنا اللي query تبعتنا نشتغل في قلبها يعني انا بقدر اجي انسخ هذا الجملة كلها ونحطها في قلب table بقلب query سوري نيجي هون هذا ال query وننسخ في قلبه الجملة ليش نسخنا في قلبه الجملة لا انا بدي اعرف ال id اللي نضاف شو هو يعني بدي ارجع return value ماشي ال return value احنا عمله نفس الجملة هاي declare id integer set id ساوي ماكس كده كده ال id هي اللي الاضافات الجديدة فانا اللي ما اقوله بدي بعد ما اسوي ال insert بدي اقوله select at id as new id تمام فلما قلت له as new id ما هو عبارة عن عملي ايا field هيك رجع لي اياك field فانا واتيها البرامتر هذا اللي هو ال cat name لازم اجي هون احكي لهن هذا نوع input ونوع data عبارة عن string تمام وبيدي برضو اروح اضف له هذا ال new id فبنيجي معطيه اوكي هلا ازاي اجينا وانا له field editor قلنا له add add all field حياتينا ارور ليش لانه فعليا انا مش حاطط ولا قيمة في البرامتر هذا فممكن اجي احكي له هون اي اشي اوكي وبعدين منعطيه right click field enter وهون add all fields وهي اضف لي الفيلد new id اوكي طيب شو البرامتر اللي بدنا اياه احنا اللي هو اسمه kat name dot value شو بدي يساوي بدي يساوي اللي هي هاي بالتريم للا منيح بعدين بنحكي له او او هاي بنسمي هاي edit to بنحكي له edit to dot text بدها تساوي ال fd query dot من غير dot هاي new id على طول dot value ماشي بهاية الحالة انا باجي بحكي له بعدين نرفش عشان اشوف طبعا هون ال exec sql بدنا نوقف عندها شوية ها هاي run اعطانا error ليش هذا ال id عبارة عن انتجر فنقول لهون as string ماشي هاي run طح هلا هون نحطي نعطي e e r r r r ونعطي run ما اعطاناش رجعلناش نتيجة على الر r r ضاف لنا اياها وهي 14 بس ما رجعنا نتيجي ليش لانه احنا هون زي ما حكينا بنا نوقف عندها شوي هون اعطانا exec sql لا احنا هون بنعطي open ليش open بدنا نعطي open لانه بدنا نرجع قيمة مدام بدنا نسوي select يعني مدام انا هون في عندي جملة select فلازم يكون الكويري مفتوح حتى اني اقرأ الفقل بو مش اسوي له exec فقط كفلاش اعطي لا بدي يكون مفتوح فوقتي هون بنعطي open وليس exec sql اذا انا بدي انفذ من غير ما نرجع نتيجة بعطي exec sql اذا بدي انرجع نتيجة field بدي اعطي open فاذا نروح له هاي كاميرا run وهون بنجي نعطي nnnn وهي run اعطاني على طول رقم 15 لو نزلنا تحت هنلاقي الانات رقمها 15 اذا سوينا open رجع لقيمة اذا سوينا exec sql مش رح يرجع لقيمة بدي تركزوا مع هاي الحركة الشباب ضروري اوكي طيب هاي احنا صار عنا كم طريقة يمكن صار عنا اربع خمس طرق لسه في عنا كتير طرق خلينا نكمل الطريقة في كمان اخرى اشيه انه انا هون الكويري بدي امحي كل الفقل بها كنترول اكس او دليت حتى من الاحراب من الاول ها كل ها وهون الفيلدز بدنا نشيل ها تمام بامكاني انا اجي يحكي له هون الاف دي كويري دوت اوبن اور اكس اوبن او برضو بعطيه نفس الجملة هديك يعني بعطيه هيك كل الجملة كاملة طبعا هون لازم نحط له زائد وزائد وهالقصص هادي كلها ها اه زائد ونحط له ها نصف بشتات يعني هاي طريقة برضو بس ما بحبذها انا هون لانه بحبذ انا هاي الاوبن دائما تكون على الكويريز اللي هي فيها سيلكت بش انسرت اوكي انساها طيب في عنا كمان طريقة اخرى وهي انا في عندي امكان اتعامل مع التاب المباشرة مش من الكويري مع التاب المباشرة يعني هاد الحكي انا كله بدي شيئا بدي اجي حكيلو fd table dot append ماشي بنقول له fd table بعدين نقوله main cut id dot value بدها تساوي هلا هون انا وقتها انا اللي بدي اتكفل باني اجيب الماكس اي دي انا اللي بدي اتكفل اجيب الماكس اي دي خلينا نشوف كيرو نجيب الماكس اي دي بنحكيلو هون fd table بعدين المين cut name dot value بدها تساوي trim لل edit one dot text طيب كيف بدنا نجيب المين كات اي دي المين كات اي دي بدنا نجيبها كالتالي بدنا نعطيه fd query dot open وهو بنعطيه select يعني معطيه هاي الجملة فعليا شباب تمام؟ بنعطيه هاي الجملة يعني بالاحرى بدنا نسوي هيك نرجع نفس الجملة الاولى اللي هي ال sql text يساوي declare at id integer sql text select set id يساوي كده 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 بعدين نقوله if كده كده يساوي كده اذا نزد كده اذا هذه الحكي كله بعد ما نخلص هذه الحكي كله بنعطيه sql text يساوي sql text زائد select at id as شو؟ a new id نيح؟ طيب بهاي الحالة بنيجي بنعطيه هون الكويري one.open لل sql text نفذنا احنا هادي الكويري بهاي الكويري بهاي الكويري نفذناها جاب لي الماكس id طيب شو بنعطيه كمان؟ بنحكي له ال new id هلا هون بنعطيه new id نوعه integer بنقوله new id بده يساوي بده يساوي fd query dot field by name شو سمينا هون new id ها new id dot as integer ضروري نعينه لانه مش معروف شو نوعه لانه ما عندي هون اشي الكويري هدا فاضي شباب ما في ولا شيء هدا فاضي ما فيش فيه الى field ولا في قلبه كويري ولا في قلبه اشي فنلازم اعرف لانه as integer وهون بنيجي بنعطيه new id اوكي وبعدين اخر شيء بنعطيه fd table dot post ومن غير ما نسويه حتى reflash ولا حاله بطلع خلينا نجرب نقول بسم الله طيب هاي عم نعطيه ssss وهي run عطول هاي ضفلي الاسات ورقم 16 واضحة مباشرة يعني احنا ضفتانه اياه as post عادي append حطينا new id والpost والnew id جبناه في open ها مش بالexec sql بالopen زي ما سوينا قبل شوية query عادية حطينا في قلبه جملة query وحطينا له open الكويري مباشرة مع انه الكويري هون فاضية ما فيها شيء بس حطينا جملة الكويري في قلب الopen مباشرة طيب هاي في طريقة طريقة اخرى fd post dot append record نفتح قوس نفتح قوس نسكر قوس ها بنا نحط ال values كلها شو ال values اللي عنا الاولى new id التانية عبارة عن trim ل edit one dot text اوكي اذا append record مباشرة نفتح قوس نفتح قوس مربع ندور مربع بعدين new id نسكر القوس بعدين نسكر القوس مربع ونسكر القوس هدا ونقول له بسم الله ها هاي بي 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 اوكي وهي مباشرة ضفل نية بيات وعطنا رقم 17 شوفوا كم طريقة لسه في كمان عندك هون بدل append record في عندك insert record same same اوكي هم ام 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 هاي run هاي insert سونا insert مباشرة هاي الامات الطريقة الاخرى بيمكنك تعمل نفس قبل شوية نفس طريقة قبل شوية نقول له insert باصلة بعدين table fd table one dot او يعني نحط المين cat id dot value زي ما قبل شوية او انا بعطيكم كل الحالات الممكن تمر عليكم شباب بنقول له dot field by name ماشي وبنقول له هين ايش main cat id dot as integer a new id واضحة بعدين هون main cat name هيك اسمه main cat name و main cat id مضبوط وبنقول له as as string عبارة عن trim ل edit one dot text بعدين نحكي ينو fd table one dot post وك اوك بسم الله ها كي 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 هاي اضافة اعطانا هي على طول كي كات اوكي فاذا حطينا احنا append وحطينا insert وحطينا append record وحطينا insert record وحطينا وحطينا store procedure سيتوا store procedure يا شباب مش كان عندنا زمان في l-ado تتذكروا في l-ado كنا عاملين store procedure هايو كنا منشئين في programmability store procedure ومسوينا نفسه ماشي اذا اذا ناسينه خلينا نمحين هاي delete اذا ناسينه خلينا ننشئ store procedure كيف ننشئ store procedure نرأي تكليك هاي هو هاي احنا هلا كمان مرة هلا احنا جوا test db ها بيعنا مش في the tables في programmability store procedure نرأي تكليك store procedure هادا كله من المحين بعدين هادا بناشية نحط له create store procedure شو اسمه store procedure بنعطي اس بي underscore add mean cat ماشي بدنا نعطيه الparameters شو البرامتر اللي بدنا اياها البرامتر يا شباب اه وطبعا يا شباب ويا صبايا لانه عنا شباب وصبايا في ال group بنعطيه هون ال add add cat name شو نوعه bar car لا قديش حجمه خلينا نطلع قديش هون انا الحجم خمسين bar car خمسين اوكي بعدين نعطيه as begin وبعدين نعطيه جملة query كلها البنية هون هاي ها declare add integer insert into كذا بعدين هون نعطيه مش insert وهذه طبعا add cat name بعدين نقول له هون return ها return عشان يعطينا اه قيمة راجعة add حتى نعرف شو ال id اللي احنا ضفناها هادي ال id بنا نرجعها بالقيمة فاذا هون نسوي execute هاي successful لو اجينا هون على store procedures وصوينا ال right click و refresh فاي عنا add main cat id sp add main cat id طيب بهذه الحالة شو بنا نعمل هون هذا الحكي كله ما بدنا اياه ها deleted كله هذا بدنا اياه ال refresh هون نروح الفير داك بنقول له store procedure شباب انا عمالي بحاول اختصر بالحكي لانه فيه شباب عم بقولك انك انت بتضيع وقت كتير بالفيديو وبتحكي كتير لا احنا عم نحاول نعطيه البختصر المفيد حاليا اوكي اللي بدهم شي ضيعوا وقتهم يسمعوا البختصر المفيد مباشرة اللي store procedure معطيه test db تمام والسكيمة name هون نحط له db o اللي store procedure name لنقول له add mean cat اوكي بعدين في عنا البرامترز عنا لاحظة اول برامتر ايه ايه اش return value اللي عملنا له احنا return هون متذكروا احنا معطينا هون return هذه هي return value اللي هتكون تمام والات طبعا return value شو نوعها هلا data type هون عنا هي هو اغريدي معطينا ايها انتجر والname معطينا ايها string اوكي فاذا احنا قلنا له البرامز zero فاذا هي return value اذا قلنا لبرامز one فهي add cat name او منعطيه البرامز الات return value او add cat name ايش ما بدنا احنا نسوي فاحنا هاي عنا store procedure ها شو بنا نعطيه with fd stored procedure do begin end عشان نختصر من ضلاش نكتب fd stored procedure dot 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 نخلصهم اوكي بنا نجي نعطيه parameters ايما بنعطيه params one dot value شو بدنا نسويها اي البغان اللي هي الكات name بنعطيه trim ل edit one dot text تمام بعدين نعطيه exec sql او لا exec procedure هون هو بنعطيه exec procedure طيب بدنا نرجع قيمة شو القيمة بدنا نرجعها edit to dot text بده تساوي البرامز لل zero dot value dot string لا بنقوله dot as string مباشرة as string مباشرة اوكي اذا بنرجع له قيمة البرامتر zero اللي هو return value وبنسوي الexecute وبنقوله باسم الله ها احنا عنا اخر شي تساتاش كيكات صح بنجي يعطي ttt ها وهي button ممتاز اعطانا عشرين لو انزل الى تحت هنلاقي العشرين والtt وهي رجعنا القيمة اعرفنا اخر record اذا شو نضاف لان انتم مش دائما لما تيجوا تضيفه مش قداما قدامكم الجدول يعني انتم مرات بتضيف record وبتذكر الى دي تبعته تستخدمها بريكورد تاني او بانسيرت تانية او بنتيجة تانية فمش دائما انت بتشوفه هون فعليا فانت بترجع قيمة عشان تعرف شو اللي نضاف اخر واحد اوكي طيب كمان طريقة بدل البرامترز بنقوله param by name البرامتر by name بنفتح قوسينه بنسكر البرامتر ومن هون لهون at cat name هل هيك اسم البرامتر هيو at cat name مضبوط تمام و return value بنقوله parameter by name ومنفتح له قوس ومنسكر قوس ومنحكي لهون single quotation single quotation at return underscore value value لاحظين شو كتبت انا يعني اول مرة اخد اخد اعطينا البرامتر كزيرو كرقم انه رقم البرامتر قديش indexه ورجعنا indexه هلا لا بنعطيه by name بنحط له ال name تبع البرامتر مباشرة وبنرجع ال name تبع البرامتر مباشرة وبنقول بسم الله ها اه اتش 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 وهي run اعطانا هاي رقم واحد وعشرين ننزل تحت نشوف هاي رقم واحد وعشرين اوكي يعني هلا احنا اعطينا مختلف انواع اضافة record عن طريق firedack component من query ل store procedure ل connection ل table باربع طرق اربع مكونات قدنا نضيف فيهم records على ال database تبعات ال SQL Server او اي database طبعا اخرى بس عن طريق firedack فاذا احنا اليوم اتعاملنا مع query connection table و stored procedure اوكي ان شاء الله تكونوا شابهك استفدتم من هذا الفيديو تنسوناش من اللايك ومن الشير وتنسوش تشتركوا بقناتنا اذا مش مشتركين وبرضو تنبا اكد عليكم موضوع اتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم اشعارات باخر فيديوات نزلناها الله يعطيكم العافية وسامحونا عن اطالة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة